بسم الله الرحمن الرحيم أنا وسهلا بكم في كورس Evasion Strategies Unbreaking Security الكورس ده نتكلم فيه بإذن الله عن Advanced Penetration Testing Techniques زي أنك تتخطط زي الـ Indiviruses والـ Firewalls وكذلك Application Whitelisting وإلى آخره في الكورس ده نتعرف على Advanced Techniques اللي بيتتباعها Penetration Testers أو Red Teamers في أن هم يبايباس السلوشن أو السيكوريتي سلوشن اللي موجودة في النتورك اللي بيحاولوا يعملوا عليها تيست الكورس بتقدمو لكم شركة تقدروا تشوفوا تفاصيل الكورس بالكامل من خلال الفيسبوك بوست ده على البيتج بتاعتهم على الفيسبوك وإحنا بإذن الله نهاردة نستعرض جزء بسيط بس عن الـ Medioles تتكلم عن ايه وهنتكلم عن الـ Medioles الأول هو Metasploit Framework الكورس اللي بستعنا بيتكلم عن الأول حاجة الـ Metasploit Framework هنتكلم عن ايه هي الـ Metasploit Framework أصلا وإزاي نقدر نشغالها ونتعامل معها بالإضافة إلى حاجة اسمها الـ MSF Venom وهي تعتبر مثل تول كده المتاسploit Framework هنتكلم عن استخدامها بإذن الله أثناء الكورس في بعض الحاجات التانية مثل شيل كودز والدنيا دي كلها إضافة على كده هنتكلم عن حاجة بيزيك Active Directory Attacks هنتكلم عن الـ Attacks تعمل الـ Enumerating الـ Active Directory والتاكس اللي بتتم على الـ Active Directory مثل Pass the Hash و Pass the Ticket وهنتكلم عن الـ Exploitation والـ Post Exploitation بشكل عام لو أنت في إنترنال نتورك وحابب تبتلي تبوص على الـ Post Exploitation اللي تقدر تعمله داخل هذه النتورك وكذلك في حالة أنت على الـ Operating System معين وعايز تعمل Literal Movement أو Post Exploitation هنبتلي نتعرف بس بشكل بسيط لأننا نتكلم عن الـ Advanced في الأجزاء اللي قدام هنتكلم عن الـ Client Side Execution with Office بمعنى نحن نشوف إزاي نقدر نترك الـ User أو نبتلي زي بتتعامل الـ Fishing Campaign على الـ User تبعط له فايل Word سواء على ميل أو على غيره ويبقى مجرد ما بيفتح الـ Office Document يبتلي تعمل Client Side Code Execution أو يبتلي يشتغل كود على الماشين ده بالنسبة للـ Office للـ Document عموما سواء كانت Word أو Excel أو غيره عموما بالنسبة لـ Microsoft Office الـ Product بتاعتها زي Word وPowerPoint والإكسل وغيره هنتكلم عن الـ Client Side Execution والـ G-Script الـ G-Script عبارة عن سكريبتينج لانجوش بيفهمها الـ Windows باي ديفولت ويقدر تعمل معها كسكريبت عادي بيشغلها زي الـ Patch Script ده عبارة عن حاجة اسمها الـ G-Script هي مش جافا سكريبت ولا هي جافا عشان محدش يفتكيرها ان هي لغة البرمجة اللي هي جافا هي عبارة عن كود بيبتدي يفهمه الـ Windows وينفزه عن طريق حاجة اسمها الـ Windows Script Host بيبتدي يفسر الـ G-Script وينفزه على الـ الكمبيوتر بتاعك فهنبتدي نتعرف ازاي بتتحقن جواه شيل كود وازاي كمان نتعامل معها مع الـ C-Sharp او نبتدي ندمج الاثنين مع بعض او تبتدي تحول الكود الـ C-Sharp بتاعك لـ G-Script وتقدر تعمله Execution طبعا كل الأجزاء دي هنتكلم فيها عن حاجات Advanced فهنا عشان نمر بشكل سريع كده على الـ 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 بشكل سريع كده هنتكلم عن الـ سواء الـ DNS والـ الـ بمواقع معانة او معانة عندك في النتورك كذلك هنتكلم عن حاجة اسمها HTTP Inspection و DNS Tunneling ازاي تقدر تعمل DNS Tunneling وغيره وهنتكلم على حاجة زي Domain Fronting ان انت ممكن ازاي تفورورد الـ بتاعك من Public Web Server مثلاً لمشين بتاعتك هنتكلم على حاجة اسمها Application Whitelisting ازاي تبيباس Application Whitelisting لو محطوط عندك Application معينة هي اللي ممكن تشتغل ما ينفعش تعمل Install او تبتدي تشغل اي Application او Portable Executable غيرها ازاي تقدر تتخطى الـ AppLocker وتبتدي تقدر تشغل البرامج بتاعتك زي ما انت عايز او تقدر تيكسكيوت حاجة معانة على المشين دي زي ما انت عايز ده دي كان الكلام عن هنتكلم 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 عن Signature based Antivirus شغاله بشكل كامل ترى التربع انتبيروس شغاله دلوقتي في حاجة اسمها Behavior Based هنتكلم عن نتعرف على الاثنين سواء Behavior Based Detection و Signature Based Detection في الانتبيروس وازاي هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هاتف من هاتف نتعرف على المحرر النصوص الأساسي في linux وده محرر نصوص بالنسبة للترمينال كيف تستطيع تعمله باكدور وكيف تعمل كيلوجر للفيم او مش للفيم ذات نفسه انك تكون فيجر باكدور داخل الفيم ذات نفسه هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها الكياسيك الكياسيك دي اللي هو بتبقى عبارة عن ماشين بتشتغل على أبليكيشن واحد او لينك معين بمعنى ان انا مثلا لو عندي point of sale او برنامج ERP شغال على ويب وانا عايز الماشين بتاعتي ويندوز او لينكس او ما تبتدي تفتح تشغل الابليكيشن ده فقط لغير او الURL ده تحديدا فده بتبقى عبارة عن كياسيك ماشين فهنبتدي نتكلم عن البريكينج للكياسيك في حد زيته بعد كنتكلم عن ويندوز كريدنشل الSAM Databases والكريدنشل بتاعت الويندوز سواء كانت حاجة مثلا زي الكيربريس هنتكلم عن الكيربريس اثنتيكيشن والدومين كريدنشل واللوكال ويندوز كريدنشل في حد زيته الفرق ما بين لما الماشين بتكون على وورك جروب او لوكال ماشين الكريدنشل بتبقى فيها شغالة زي ولما بتكون على دومين ازاي بتعمل الكريدنشل ده اثنتيكيشن من النتورك وهكذا هنتكلم عن الويندوز literal movement اللي هو بعد ما بتبتدي تعمل exploitation على ماشين معاناة ازاي تتحرك جوه الماشين دي والماشين الثانية اللي جنبها مثلا وايه السلاحيات اللي تقدر تاخدها وايه اللي تقدر تنفزه على الماشين دي من persistence لانتقالاتك داخل النتورك وانك تبتدي تعمل لها بروكسي زي والكلام ده كله هنتكلم على linux literal movement نفس النظام بالنسبة للويندوز لو انت هتعمل literal movement مثلا على rdb service وتبتدي تكنترول rdb service نفس النظام بالنسبة للينكس ازاي تقدر تعمل الكلام ده بالنسبة للssh وتكنترول ssh وتبتدي تعمل من خلاله literal movement هنبتدي نتكلم على microsoft sql attacks ونتكلم هنا على microsoft sql server وازاي بيبتدي تعمل لي اسكليشن وكذلك البيباس للاثنتيكيشن بتاعته او انك تبتدي تتلعب الهاشز الخاصة ب microsoft sql server هنتكلم بعد كده على active directory attacks او الexploitation بتاعت الactive directory زي permissions الفورست ازاي تكررس من فورست لفورست تانية ونتكلم ساعة طبعا التراست فورست والحاجات دي كلها وده هيكون اخر ميديو في الكورس بتاعنا فبدون اطالة عشان نبتدي ندخل في الجزء اللي احنا نتكلم فيه النهاردة نبتدي باذن الله ندخل في الجزئية الخاصة بالmetasploit framework احنا نبتدي باذن الله نتكلم عن الميديو الاول في الكورس بتاعنا طبعا ده الكورس ساليبوس اللي احنا لسه متكلمين عنه من شوية هنبتدي نتكلم عن متاسploit framework ايه هي الميتاسploit framework متاسploit framework باختصار هي penetration testing platform يعني هي عبارة عن بلاتفورم كامل بيساعدك في عمليات الpenetration testing بتاعتك كلمة framework في حد ذاتها هي عبارة عن اطار عمل هي بتساعدك في معظم جوانب الpenetesting من اول الفوت برنتين والركونسانس متاسploit بتقدم لك تولز تقدر تساعدك في الموضة network scanning post exploitation shell code development البروت فورسنج الweb application attacks والنهيب تانتجريت معها تولز تانية هنبتدي نتعرف على كل واحدة في دولة يعني الفوت برنتين والركونسانس متاسploit بتساعدك انك تتدي تعمل information gathering من الانترنت سواء ان مثلا تحاول تجيب لك الساب دومينز لدومين معين او تجيب لك الميلز اللي متصلة بدمين معين او الاملاب بتاع الدومين معين network scanning فيها basic network scanner مش هنقول advanced بس فيها basic network scanner تقدر تساعدك لو انت محتاج تعمل network scanning ومعندكش غير متاسploit framework في الماشين بتاعتك فها هتلاقيها ضمالك اكتر من حاجة تقدر تساعدك فيهم في نفس الوقت network scanning سواء tcp scan أو اي ان كان نوع السكان اللي انت عايز تعمله بتساعدك فيه كذلك انها تعمل fingerprint أو fingerprinting للسرفيس فهي ممكن تجيب لك نوع السرفيس اللي بتشتغل على الماشين دي بس مش ايه هي البورت اللي بتشتغل عليه كذلك post exploitation هي بتساعدك حتى بعد ما انت تكون connected بالماشين اللي انت وردي عليها تقدر تعمل عليها post exploitation من privilege escalation وغيره وانك تتحرك جوى network وتعمل routing أو pivoting من خلال متاسploit متاسploit بتساعدك في ده كمان shell code development متاسploit بتقدر تعمل تتقدر تنتج لك shell code باكتر من صورة باكتر من لغة سواء executable أو row paste shell code ان انت ممكن تاخده تحطه جوه حاجة وتحطه جوه كود تاني وتبتده تنفزه بطريقة مختلفة فتقدر تعمل بيها shell code أو malware او زي ما نقول كده backdoor بالشكل اللي انت عايزه فهي بتساعدك في الموضوه ده بشكل قوي جدا خصوصا انها عندها كمية ضخمة جدا من ال shell code كذلك في بروت فورسنج تقدر تعمل من خلال متاسploit بروت فورسنج على بروتوكولز مختلفة مثل ftp ، ssh ، تلنت و اكتر من بروتوكول تقدر تعمل عليه بروت فورسنج من خلال متاسploit وباكتر من بروت فورسنج من خلال متاسploit وباكتر تساعدك في بعض من ال web application مثل حاجات متعلقة بالsql injection حاجات متعلقة بالxss وغيره ونبدأ ان نرى هذه الأجزاء قدام الانتجريشن between another tools يعني احنا بنتكلم هنا على التولز تانية بتقدر تانتجريت ما بينها وما بين متاسploit مثل inmap ، مثل حاجة اسمها pif وهي عبارة عن browser exploitation framework مثل متاسploit framework بس للبراوزر متاسploit تعتبر فريمورك بشكل شامل من اول انها بتقدر تعمل attacks على حاجات كثيرة جدا سواء client-side attacks او service-side attacks مثل انها ممكن تعمل attacks على بروتوك على نتورك ، على operating system ، على موبايل على اكتر من platform لكن حاجة مثل pif هي بتشتغل على البروزر بس هو ممكن تعمل لها integrate ما بينها وما بين متاسploit وكذلك tools تانية مثل inmap وغيره من التولز اللي بتقدر تعمل بها ما بينها وما بين متاسploit integrate او تضمهم لبعض سواء الريبورت اللي خارج من هنا يدخل جوا متاسploit او متاسploit تخرج منها ريبورت تدخلوا التول تانية تقدر تتعامل معها هنتكلم عن متاسploit architecture او معمارية متاسploit او البنية بتاعتها هي معمولة ازاي اصلا عشان تبتدي تفهم هي اساسا بتشتغل ازاي متاسploit متاسمها لتارت حاجات اساسية هي الـ الانترفييسز اللي انت بتستخدمها و الـ 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 هي عبارة عن الـ الـ الاستغلال اللي انت بتستغل به صغر معانا الـ وهو اللي بيتحقن بعد ما تعمل استغلال اللي صغر معانا او بيتنجيكت في الـ الـ حلقة الوصل ما بينك ما بين المشين اللي انت مختاركها او الـ الـ بعد ما عملية الـ الانكودر الغرض منه انه يعمل الانكودنج لـ الـ وفكرة الانكودنج في حد ذاتها هي مش بايباس للانتفيروس او بايباس للـ سيكيوريتي تولز او البرامج اللي ممكن تكون لي علاقة بالسيكيوريتي بس الانكودر كمان بيهيئ شكل البيلود بتاعك بانه هو يشتغل بشكل سليم بمعنى انه لو عندي بيلود معين او عندي شيلد كود فيه فيه كاراكترز مش هقدر يفهمها الكمبيوتر المقدمي او مش هقدر ينفذها والكلام ده يفهم اكتر الناس اللي بتشتغل في جزء الـ الانكودر ممكن يحل مشكلة زى دي بانه هو يشل الـ ويعوضها بكاراكترز تانية تقدر تدي نفس الشغل او نفس الاداء من غير مكون الكاراكتر دي موجودة بايدفولت مثلا لو هي موجودة في الـ يقدر شيل هالي وحطي الـ تجعل الشيل كود بتاعي شغال بشكل سليم من غير ما تأثر عليه أو على فعليته يعني ده بالنسبة للإنكودر لكن هتعمل ترميز أو عادة ترميز للشيل كود بتاعي النوب النوب دي برضو بتحاول تخلي حجم الشيل كود بتاعي سليم أو مظبوط يعني وهنا بقى نتكلم عن القصة دي قدام الايو اكس دي مقصود بها الاكسيلوريز أو التولز الإضافية اللي ممكن عمل بها سكاننج ممكن عمل بها فوت برينتينج زي ما قلنا ممكن عمل بها هارفستنج لميلز الدينة دي كلها ممكن تستخدم فيها الاكسيلوريز البوست والمقصود بها البوست اكسلوريتيشن ميديوز والحاجات دي كلنا نتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي طيب الانترفيس دي الواجهات اللي أنا بستخدمها عشان أتحكم في متاسبليت زي الكونسول الـ CLI ودي تقريباً اتلغت والجي او اي متاسبليت كان بتيجي بجي او اي انترفيس جاية معها هي وحالياً برضو اتلغت في الويب دلوقتي في ويب جي او اي وهو اليوب الويب يعتبر جي او اي انترفيس أنا بكلم عن الواجهات الرسومية لأن الكونسول تعتبر زي الـ CMD كده او لوحة الدوس بتاعت الويندوز تفضل تديلها أوامر وهكذا والـ CLI دي بتديلها أوامر بشكل باتش كده دفعة واحدة والـ RPC ده اللي هو الـ remote كنترول سيرفر كده تتحكم فيه من متاسبليت عبارة عن انك بتشغل متاسبليت في مكان وممكن تعمل كنترول بها عليها من مكان تاني سواء كانت ويب انترفيس او جي او انترفيس عبارة انك بتمرر الـ comment عن طريق الـ RPC كذلك مثلاً حاجة زي PIF لما تيجي تعمل إنتجريت ما بين وما بين متاسبليت عشان تقدر تتحكم في متاسبليت تبعت لها اوامر او تطلب منها إكسبليت معين او تطلب منها بيلود معين بتستخدم الـ RPC كذلك Armitag كذلك Covert Strike وغيرها من التولز اللي بتتعامل بالـ RPC عشان تقدر تكنترول متاسبليت تمام؟ فالانترفيس عندنا الاساسية اللي هي الكونسول والويب الـ GI هنشوف شكلها هي وبعض من الانترفيس اللي ممكن تكون مش موجودة دلوقتي لكن الـ RPC دي عبارة عن حاجة ممكن تكون بتستخدمها انترفيس تانية حتى ما نعرفش عنها حاجة وكان فيه انترفيس موجودة ويب للميتاسبليت اسمها كيج وبتستخدم الـ RPC ده في النهاية تقدر تريموت تريموت كنترول على الميتاسبليت وعندينا حاجة اللي هي طبعا الـ MSF Pays والMSF Core والـ REX المساف Pays فيها الـ Plugins بتاعت الميتاسبليت والـ REX دي فيها التولز اللي بتتدي تستخدم بواسطة الميتاسبليت طيب الحاجات دي تفسيرها ايه بالضبط؟ طبعا احنا هنا مش Developers للميتاسبليت ولكن احنا بس نفهم هي عبارة عن ايه؟ لما بيكون عندك انت في الـ Python مثلا وانت بتتدي تشتغل لو حد فيه كتو تعرف على لغة اسمها اللغة الـ Python فانت مثلا بتعمل حاجة اسمها Import للـ OS Delibrary الـ Library دي جواها Functions دي جواها Methods دي جواها Classes تانية وحاجات Delibrary كاملة كذلك متاسبليت متاسبليت وانت بتطور لانك انت ذات نفسك متاسبليت Open Source Framework انت تقدر تطور فيها فهي اعمل لك مجموعة من اللي بيريز فيها Tools هي تقدر تستخدمها على طول مباشرة زي اللي بتوفره لك لغة البرمجة بالضبط بمعنى ان انا لو عندي لغة برمجة زي الـ Python وابتدي اتعامل بـ Library اسمها الـ OS الـ OS مثلا جواها مثلا Library أو جواها مثلا Function اسمها OS Walk ودي الغرض منها انها تبتدي تمشي على الـ Directories بتاعت الـ Operating System او تمشي على الـ Folder Up بتاعت الـ Operating System بتاعي فانا عندي الـ OS Walk دي جواها Library اسمها OS تمام؟ ممكن اللي بيريز ذات نفسها يكون جواها Object، جواها Function، جواها Class الى آخره هنا نفس النظام بالنسبة على الـ Metasploit Rx و Core و Pace دي عبارة عن اللي بيريز انا ذات نفسي لو developer وعايزة بتدي اكتب exploit جوا الـ Metasploit اكيد مش هبتدي اكتب الـ HTTP communication من اول وجديد وابتدي اتعامل مع متاسploit بقى ان انا هبتدي اكريت سوكت ومش عارف الدني دي كلها لو حد قتر يعمل exploit بيده هيلغي نفسه بيكاريت سوكت وبيكاريت السوكت ده عشان نعمل بيكوننكشن الدني دي كلها والسوكت ده طبعا هيكون هل تابع لميتاسploit فميتاسploit قريدي تقدر تتعامل مع السوكت ده او لا الكصص دي كلها طبعا مرعبة لو انت شغال بتعمل exploit development فميتاسploit بتقولك لانا عندي library انت ممكن تستخدمها وتبتدي تتكلم مع متاسploit على طول باللايبيريري دي لو انت بتكتب exploit وكل اللايبيريري متخصصة في حاجة زي الـ REX دي بتبتدي فيها البيزيك لايبيريري هو بيقول ان هي فيها البيزيك لايبيريري فور موس تاسك يعني فيها مثلا الحاجات زي الهندلز للسوكت زي ما قلنا البرتوكولز المختلفة التكس ترانسفورميشن البرتوكولز اللي لها علاقة بالFTP الكمنيكيشن عموما هي تتحكم فيه اللي هي الـ REX كذلك الـ SSL زي الإنكريبشن والـ SMP Connection والـ HTTP وغيره من الأنواع الترميز او الاتصال بالشبكات والكلام ده كله هي بتكتدي تتعامل معا وكذلك الـ MSF Core والـ PACE دولت فيهم الـ PASIC API اللي ممكن تتكلم بيهم مع التولز تانية في الميتاسploit او تطلب حاجات من الميتاسploit مثلا زي إن هي تترانسفورم حاجة او تبتدي تاخد أكشن معين فالـ LaiPirroris اكي انك بتتعامل مع لغة برمجة كل اللي ينظرت فيها بعضا من الحاجات انت ممكن تبتدي تتفحص على الانترنت الـ REX دي جواها ايه وازي بتتعامل بالـ functions اللي جواها وكذلك الكور وكذلك الـ MSF PACE طيب نروح للجزء اللي بعد كده وهو الـ Medioles احنا زي ما قلنا احنا عندنا الـ Exploit الـ Payload الـ Accelerate الـ Encoder والـ Nobs والـ Evisions الـ Evisions دي بتدري تظهر من اول متاسploit 5 او متاسploit 5 بتدري تظهر حاجة اسمها الـ Evisions الـ Evisions دي مفروض ان هي بتحاول تـ Bypass الـ Intivirus ولكن هي مش حاجة اعتمادية انت تقدر تعتمد عليها ولكن هي من فترة لفترة تتطور وانت ممكن تبتدي تشوف على الـ Tools تشوفها جوا متاسploit هي بتكتب ازاي وتبتدي انت تتفكر انت تكتب حاجة نفسك بحيث انك تستخدمها من داخل متاسploit الـ Exploit عندنا اللي هي الكود اللي بيبتدي اللي هو الـ Attacker هو يبتدي Attack على System او ياخد Advantage على System الـ Exploit اللي بيبتدي يـ Exploit vulnerability معاينة على System الـ Payload الـ Payload اللي بتـ Run بعد عملية الـ Exploitation او الحاجة اللي انت عايز تنفذها بعد ما تكون عملت Exploitation لانا لما عملت Exploitation مثلا على الماشين دي عايز اـ Run communication ما بينهم وبينها شانال كده قدر تحكم فيها ولا عايز اطفيها ولا عايز اعمل ايه والظلط في عزم صحفية معاين فالـ Payload ده وما وظفته انه هو بيتحقن بعد عملية الـ Exploitation او بيتنفذ بعد عملية الـ Exploitation الـ Accelerie بيقول لك ده Mediult Perform Scanning بيعمل Perform للـ Scanning ده من خلاله Scanning ده من خلاله Prooforcing Sniffing الى اخيره على حسب هي بيتوفر ايه من Tools تقدر تستخدمها الـ Encoder ده بيقول لك بمعنى ان يتأكد ان الـ Payload هيشتغل بشكل سليم زي ما احنا قلنا قبل كده هو ايه نعم بيغير في شكل الـ Payload فممكن يتخطى في الـ Antivirus ولكن مش معنانه هو معمول عشان يتخطى الـ Antivirus ده بالنسبة لو الـ Antivirus بيفكر signature based على هيئة الـ Payload في حد ذاته ولكن احنا بنتكلم عن ان الـ Payload شكله بيتغير عشان يبتدي يشتغل بشكل سليم لو هو فيه مشكلة طيب النوبس دي بتخلي الـ Payload بتاعك او حجم الـ Payload بتاعك يكون مزبوط بمعنى ان انا لو عندي إكسبلويت معين بي إكسبلويت حاجة معينة في الميموري والمفروض ان هو ييملى مثلا مساحة فلنفترد X او 3 ميجا مثلا نقول المساحة يعني على سبيل المثال يعني 3 ميجا فانا حجم الـ Payload بتاعي 2 ميجا فلنفترد يعني فانا عايز اعبي الـ 3 ميجا بالكامل فممكن ابتدي استخدم النوبس دي عشان تبتدي يتحكم ان هتوصل الـ Payload لـ 3 ميجا من غير ما يكون لي لازمة يعني انها بتكبر مساحة الـ Payload بـ Instructions هي ملهاش لازمة خالص بس عشان تخلي الـ Payload يشتغل بشكل سليم وفي نفس الوقت تخلي الـ Size Tau يشتغل بشكل سليم يخلي الـ Payload يشتغل بشكل سليم يعني طيب عندي بعد كده الـ MetaSploid Editions ولو نتكلم فيها عن الـ Edition بتاعة MetaSploid احنا عندينا الـ Framework Edition وديه اللي احنا هنستخدمها ديه الـ Free Version اللي فيها الـ Command Line Interface وفيها الـ Third Party Application او Tools بتاعة MetaSploid والفيها تعتبر تشتغل بها مانيول تمام ما فيهاش حاجة Automated تعتبر تشتغل بشكل سليم وديه شركة رابد 7 عشان تكون نسخة كوميرشال من MetaSploid فيها بقى حاجات كثيرة جدا زي Fishing Campaigns, VPN Pivoting, Social Engineering Tools مثلا عندك مثلا سكانينج تولز حتى فيها Web Application تقدر تتحكم فيه من MetaSploid وبالشكل كامل تقدر تتحكم فيه من خلال MetaSploid كانت موجودة الموضوع ده في حاجة اسمها Community Version بس هما قريدي عملوا إلغاء الـ Community Version وكان في حاجة اسمها الـ Express Version وبرضو ديه تلغت فما بقاش موجود غير MetaSploid Pro وMetaSploid Framework الـ Express Version اتلغت والـ Community Version اتلغت تمام؟ وتقدر تشوف مقارنة كاملة ما بين الاثنين من خلال اللينك كده طيب هنتكلم عن الـ Interface بتاعة MetaSploid ألا وهي الـ GUI, Web, Console وArmitag طيب الـ GUI كانت تابعة لـ MetaSploid أو كانت تابعة للشركة اللي أنتاجت MetaSploid ولكن هي تلغت دلوقتي وكان عندنا الـ Web Interface ولسه موجودة لحد دلوقتي بس في الـ Pro Version وعندنا الـ Console اللي بتادي التعامل معها بشكل مانوال بس ده ما يمنعش أن هي تعتبر من أقوى الـ Interface للـ MetaSploid والتي تقدر تخليك تعمل من خلالها وحاجات كثيرة جداً وأسرع تعتبر في العمل على الـ MetaSploid اللي هي الـ Console Interface لدينا الـ RMTag الـ RMTag دي عبارة عن ويب أنا أسف تقدر تكنترول من خلالها تتصل بالـ MetaSploid عن طريق الـ RPC Service وبتبدأ التحكم في الـ MetaSploid عن طريق أنها تعمل نفس اللي بتعمله بس عن طريق الـ GUI تمام؟ هنبتدد نتكلم على الـ Food Printing with MetaSploid وهنبتد نشوف الكومند الأساسية ونتكلم على الـ Network Scanning وأنتعرف على الكومند الأساسية التي نستخدم فيها الـ MetaSploid في الجزء العملي والذي سنتكلم عنه بعد قليل بإذن الله سنتكلم على الجزء العملي والذي سنتكلم على الـ MetaSploid Framework في البداية نحن لدينا الـ Network اسمه Privacy هذا الـ Network يوجد عدد معامل الأجهزة سنحاول أن نجعل الـ MetaSploid تستطيع تعملنا ماب للـ Network ونرى أن تستطيع تعمل ماب لـ ما بالضبط ما بالضبط ما بالضبط ما بالضبط لكن في البداية نرى الـ MetaSploid Database وكيف نستطيع التعامل معها وكيف نستطيع التعامل مع الـ Command الأساسية الخاصة بـ MetaSploid في البداية وكيف نستطيع التعامل مع الـ MetaSploid ونقوم نستطيع الـ MetaSploid و注ع كل ماب لـ MetaSploid Framework بحقاً سوض سأتشاهد لـ Servers PostgreSQL Start هذه مستطيع الـ MetaSploid يأخذها POSTgreSQL ثم سأتشاهد MSF DB ونعمل هنا قبلها السودو وهي كده ستبتدي تعمل إنشيلايز للداتابيس بتاعت MetaSploid تكارية اليوزر بتاعنا والداتابيس في حد ذاتها تمام ابتدي افتح MetaSploid Framework عن طريق ان اقول له MSF Console سنقول له هنا السودو الاول عشان لو في حاجة جوه الميتا سبليت بتحتاج رود برميشن تقدر تاخدها طيب هنبتدي نتعامل مع الكومند الاساسية الخاصة بميتا سبليت احنا عندينا الكومند الاول وهو هيلب او انك تعمله علامة استفاهم وهيبتدي يردلك الهيلب اوبشنز بتاعت MetaSploid تمام اوكي بالنسبة للهيلب اوبشنز بتاعتها انت عندك البانر تمام البانر ده بيبتدي يعرض لك شكل البانر بتاعت MetaSploid اللي هي بتقول لك اه فيها cam Exploit cam Accelerate cam Post Exploitation Medial cam Payload cam Encoder cam Nobs cam Evision احنا عندينا حوالي 2147 exploit فانتلاك انت تدخيل من الرقم على بلاتفورم مختلفة من اندرويد لويندوز لحتى هاردوير بلاتفورم و بلاتفورم مختلف من نظام تشغيل لهاردوير الى اخيره حتى الابليكيشنز كل دي لها exploit جوه MetaSploid اه عندنا command cd وده اللي ممكن يحركك من مكان لمكان اكنك على لينكس ماشينة عادي خالص بس ده وانت حاليا جوه المتاسبلويت برومت تماما فلو جيت انا عملت بي دابلي دي هيقولني انت موجود في الهوم كالي لو قطلو cd ديسك طوب قطلو بي دابلي دي انا موجود في المكان ده وتمعانا ان انا لما جانزل فايل هينزله في المكان ده اوان لو انا موجود على ماشين اه اه الريدي واخد عليها اه شيل مثلا ممكن لما جانزل حاجة نزله هالي في الدسكتوب مباشرة فاحنا خلينا نقوله cd.bwd فارجعني تاني لفولدر تاقي اللي هو الكالي اكينك بتكسكيوت اي command linux هنا عادي خالص يعني ifconfig هيبتدي تعمله execution بسهولة عادي خالص اكينك موجود على الماشين بتاعتك تماما عندنا color تماما اه ممكن نبتدي نشوف ال options او انا عملنا banner هتلاقي الالوان اللي انت شايفها دي او banner عموما فيه الوان لو اولتول هنا color false جيت انا عملت banner هتلاقي ان كل الالوان اختفت من metasploit تماما عملت color true بعد اكين عملت banner هتبتدي الالوان ترجع تاني ال metasploit اكينك انا لو انت عايز الوان او مش عايز ال metasploit تبقى فيها الوان في الشيء بتاعتها او في الشكل العام بتاعها عندينا version هتقول لك الفريمورك كام بالضبط والconsole version بتاعته كام اه طبعا الconsole دي تعتبر انترفيس فهي version ممكن تكون منفصل عن الفريمورك في حد ذاتها تمام عندينا show شو دي بتقول لشو وبعد كده بتقول له اسم ميديولز معيانة فلأ قلت له مثلا شو للنوبس هيبتدي يا ريدلي النوبس بتاعته تمام وده تعتبر اكينها فولدرات التولز او ال ميديولز تاعت metasploit هي عبارة عن ملفات جوه فولدرات بمعنى ان انا لو جيت هنا حتى لو رحت لcd slash user شير متاسploit framework وجيت هنا عملت cd للميديولز هتلاقي هنا عندك exploit والpost والنوبس لو جيت هنا عملت cd لنوبس عملت ls هتلاقي الcontent بتاعت النوبس دي في عندك حاجة اسمها ar64 وعندك armla وعندك mips وعندك php هتلاقي موجود هنا نفس الفكرة بتاعت النوب عندك ar64 وعندك حاجة اسمها سيمبل جواه فلو انا فتحت ar64 هتلاقي جواه فايل اسمه symbol.rp فهو ده نفس الفايل اللي موجود هنا تمام دي نفس الفكرة يعني انك حتى دي ورعا فايلات كذلك مثلا لو انا جيت عملت هنا show لي vision 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 هتلاقي الريد للإيفيجن ميديولز تمام في مثلا ايفيجن ميديول الاب بلوكر هتلاقي مثلا موجود هنا جواه ايفيجن ويندوز اب بلوكر مش عارف ايه ده اسم الفايل ده اسم الفايل اخر حاجة موجودة خالص وهنا نوع البلاتفورم اللي بيشتغل عليه وهنا نوع الميديول اصلا عبارة عن ايه اه بيديك هنا description بسيط بسيط عنه تمام وهل هو تعمله check check دي معناه هل اه الشركة المنتجة الميتاسبليت اللي هي الريد 7 عملت check على ال exploit ده او البيلوت ده او ال ايفيجن اه ده وتأكدت انه شغال او لا تقريبا يعني فبتقول لك نوع او لا والرانك التاع طبعا بيتقسم لرانك great وإكسلنت الى اخير والنورمال ده اللي هو العادي يعني اه وهنا ال description بتاعه هنا بقول لك ايه app locker evasion dotnet framework installation utility تمام وده المكان بتاعه اللي عملت هنا شو ال exploit طبعا هيتطلع لي كمية حاجات كتيرة جدا اه بس عندك هنا طبعا زي ما شوفنا مسلا ده تاريخ الاصدار بتاع exploit ده مسلا تمام تاريخ الاصدار بتاعه الرانك بتاعه يعتبر normal اتعمله test اي نعم واتجرب هو بيقول لك core server w h m i مش عارف حاجة يعني فايل معين تقريبا دي صغرط stack overflow هتلاقي بقى exploit ده مسلا exploit ده اعتبر windows exploit البلاتفورم اللي هو بيتارجيت ويندوز اه تحديدا في ال ssh في ال windows وده exploit في حد ذاته لما معنا هتنا متقسمها كده هيرايكي بالشكل ده exploit platform تمام اللي هو ال windows ال smtp ده البرتوكول اللي فيه المشكلة وحاجة اسمها w mail server ده application اللي فيه المشكلة ذات نفسه جميل فكل حاجة هتلاقي بشكل ده مثلا exploit لل windows في ال ssh في برنامج اسمه free ftpd key exchange ده اسم ال exploit ذات نفسه تمام وده نوع الحاجة اللي فيها المشكلة ده بلاتفورم اللي هتشتغل عليه والى اخره يعني تمام نبتدي نروح لجزئة use وده بتقولك ان انت بتستخدم حاجة معانا لو حال بتستخدمها مثلا فالانا عملت هنا اه show لل evasion وقلت له هنا والله طيب use الحاجة دي copy فهيبتدي استخدمها بالشكل ده تمام لو جيت هنا قلت له back هيرجعني ولو قلت له use لحاجة تانية خالص زي مثلا ده فهيبتدي استخدم ده تمام الى اخره انت ممكن تستخدم اي ميديول بالشكل بتقول له use اسمي ميديول لو انت عايز تخرج بتقوله back اه عندك search فانت ممكن تسيرش على حاجة معانا فممكن تسيرش اه خلى نشوف ال options لحاجة سيرش ده اي بالظل بانت ممكن تقول له name لحاجة معانا تمام اه ممكن تقول له راك رانك لحاجة معاناية سي excellent مثلا ممكن تقول له حاجة لـ CVE بتاعها CVE ده بعبارة عن رقم ID كده بتدي لكل exploit أو كل صغرة بتظهر فلو فيه صغرة معانا أنت عارف الـ ID بتاعها فبتدور عليها هنا من خلال الـ CVE بتاعها تمام وميديك هنا على سبيل المثال مثلا بيقول لك أنا عايز أسيرج على CVE 2009 الـ Type Exploit تقريبا ده الرقم السنة بيبقى موجود هنا في الأول السنة اللي طالع فيها الـ Exploit ده الـ Type بتاعه يكون Exploit الـ Platform نقص Linux دي معناها ما تجيب ليش أي حاجة فيها Linux هاتلي كل الاستغلالات اللي عندك طلعت في سنة 2009 نوعها زي ما قلنا Exploit أو استغلال ما يكونش فيها Linux فأنا ممكن أقول له هنا السيرج على الـ Type Exploit تمام وقل له الـ Platform Windows تمام ممكن أقول له هنا الـ Rank قل له هنا Great ويبتدي هنا يجيب لي كل الـ Exploits اللي الرنك بتاعها Great على الـ Windows تمام فده ببساطة ببساطة الـ Search option بتاعه MetaSploid طيب ممكن أقول له هنا في بعض الـ Options تاني يبتدي نتعلمها بس الأول أقول له مثلا Show Evasion تاني Show Evasion Evasion لو أنت تطلع Executable أو EXE File اللي انت فيروس بتاع الـ Windows اللي هو الـ Windows Defender ما يقدرش يكتشفه لو هنا جاينا قلنا Options دي بتبتدي تعرض لك الـ Options بتاعت الحاجة دي دمام ونبتدي نتكلم عن الـ Options دي بتتفاصيل عندنا Command اسمه Set Set ده بيحط Value لـ Variable معين بمعنى أسم كده الـ Options بتاعت أي payload عندك أو بتاعت exploit أو بتاعت اي انكان ميديو اللي في MetaSploid لو انت هتبتدي تستخدمه لحاجة اسمها Variable و Value تمام يعني ده عندي هنا Variable اسمه تمام اكد انك بتتعامل مع حاجة كده Programming تمام وRequired دي حاجة اما زي اكدنا True أو False بتاخد اس يا No تمام الحاجة دي مطلوبة انك تحطها او مش مطلوبة فانا بقول لك Required Yes اللي هي ECD تحطي لـ File Name ايه File Name تحطي لـ Value بتاعته هو هتطلق Current Setting بتاعته انه هتطلق حاجة اس W اني مش عارف ايه كذا انا ممكن اقول له Set والله يا سيدي لـ File Name تمام آآ Game Dot EXE على اساس ان اسمها لعبة يعني تمام Options فهتلاقي ان الفايل اتغير اسمه وليه Game Dot EXE لو انا قطل له Run أو Start دلوقتي يعني هيبتدي يشغل الفايل ده بس هوا حطيتلي حاجة هنا payload حطيتلي payload وعشان تفسر اللي موجود عندك ده أو options اللي احنا فيها أو الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بكل بساطة انت عبار الميديول ده او تكنيك ده هو عبار ان هو بيطلع لك ملف X ال انت فيروس مفروض ما يكشفوش ومفروض ان هو لو اشتغل على المشين اللي قدامك انت بتخترقها او بتبتدي تاخد على اساسها Shell تمام فهو حطط لك هنا Evision تكنيك تمام ال Evision ده مربوط بإيه ببيلود البيلود زي ما قلنا حاجة اللي بتتنفذ على المشين اللي صادق لو انت عملت exploit بشكل سليم او الحاجة التي تشتغلت بشكل سليم ففيه ببيلود معين هو حططه لك تمام هو حطط لك حاجة اسمها Windows Meter Preter Reverse TCP متر بريتر حاجات كتير جدا بيقدر ينفذها لكنه malware بس قوي شوية تمام انت ممكن بكل بساطة زي ما احنا قلنا set للبيلود بكزا او set للفايل نيم بكزا انت ممكن تقوله هنا unset للفايل نيم تمام لو جيت انا عملت option هتلاقي الفايل نيم رجع لحاجة random عادي خالص تاني فلو قلت له هنا set لفايل نيم مثلا test .exe وعملت له هنا options فهتلاقي رجع اسم الفايل test.exe كذلك انت ممكن مثلا لو عندك exploit فانت بتحط له payload قبل ما تبتدي تعمل عملية exploit في حد ذاتها نفس الوضع هنا انت ممكن تشيل payload معين فانت ممكن تقول له unset unset لل payload اصلا unset تمام بالشكل ده عملت هنا options هتلاقي ال payload مفروض يتشيل يعني مش عارف هيا مش عارف ل unset لل payload هو اساسا انا مش عارف ال developer اللي عمل دي حاطة لل payload ده مالوش unset using configured payload مش عارف ايه مش هوا حاط ال payload طب هل انا مقدرش حط payload تاني خلي نجرب في payload مثلا نقول له set لل payload windows meter printer reverse هوا بيستخدم حاجة اسمها reverse TCP انا ممكن استخدم reverse HTTPS مثلا نفترض هل هو بيقبل communication تاني طبعا ال payload دوت مكتوب في المتاسبليت باكتر من صورة او باكتر من نوع من connection يقدر يعمل TCP connection HTTP و HTTPS تمام لو جينا هون قلنا options هتلاقي التغير ل HTTPS تمام اوكي بس او تقريبا مفهوش unset لل payload بس في ميديولات تاني يبقى فيها unset لل payload يعني مفروض ان ده يكون موجود فيه ان انا نعمل unset لل payload بشكل عام اه انا تقريبا كان لازم يكتب capital فعلا قلت له unset لل payload هيشيل ال payload ده ويبتري يديني الحرية ان انا احط ال payload اللي اعايز بس هو بايد دفلت وعمل configure ل meter preter reverse TCP فده set و unset ممكن تست الحاجة مع عينة او تنست الحاجة دي اصلا تمام اه احنا عندنا متاسploit متوسلة زي ما قلنا بdatabase فلو انا قلت له مثلا db status تمام status هيبتري يقول لك connected to msf connection type دي msf دي اسم الdatabase تمام يعني انت ممكن تسمي اسم تاني تمام connection type postgre SQL فهي حالية متوسلة بالdatabase تمام لدينا command اسمه work space work space دي بتبتدي تقسم لك اللي انت بتشتغل عليها متاسploit على اساس workspaces معانا فلو انا اروحت شركة اسمها x الشركة دي عايز اكاريت لها workspace عندي في متاسploit وابتدي اشتغل عليها عمل scanning وعمل exploit وادين دي كلها بحيث ان انا احط ها في work space ما اختلتش ميبقاش الموضوع كله من اخبض فمثلا workspace ده بيبتدي يقول لي الwork spaces اللي عندي فانا عندي workspace default workspace بتاعت متاسploit اللي بتبقى لما كله فلقلت workspace h يبتدي يعرض لي options بتاعت اللي انا ممكن عملها تمام workspace v بيبتدي يعرض لك workspace بتاعتك بس كل واحدة بالتفاصيل بتاعتها بمعنى ان لو عندي كتبت workspace بس بيبتدي بيبتدي لكل workspace لكن لو تقول workspace v يعجب لي الhost اللي موجودة في كل workspace يعني لما مرحلة الشركة x كان فيها كم host او machine services اللي موجودة على الhost بشكل مجمل الموجودة credentials اللي اقدر اخدها الفايلات اللي اقدر اخدها من جوه مثلا لو انا نزلت حاجة عملت اضم بالحاجة تبقى موجودة بحاجة اسمها lots وعندي notes لو انا كاتب نوتات معينة عن الشركة تمام طيب لو انا عملت هنا workspace dash a وعملت هنا الشركة اسمها private sick تمام وكتبت هنا workspace فقال لي انت موجود في الworkspace اسمها private sick ستلاقي ما عمال عليها بال star وقبل workspace default فيبتدي نقلني للworkspace default لو قلت له workspace ستلاقي على default ممكن نعمل الworkspace عن طريق workspace dash r وعلى كده اسم workspace يعني workspace dash r private sick private sick كلها small بالشكل تمام فانت ممكن تسميها لأي حاجة تانية بالمهم الاسم القديم وعلى كده اسم جديد dash d delete workspace معينة دلت الworkspace الاسم privacy ويمسح كل حاجة بالسكان اللي انا عملتو بكل الكلام ده ده دي كابتة الان اسم بتمسح كل الworkspaces بتاعتي dash d small وتقول له اسم الworkspace بتاعتك بتمسح هيا الوحدة تمام فخلي بالك من النقطة دي خلي نعمل الworkspace بتاعتنا الworkspace فاول workspace privacy تمام عندي db connect db connect دي بتخليك تعمل connect بتاتابيز معانا لو انت عايز تعمل تاتابيز معانا بشكل تاني وانت شغال وتبتري تروح تها connect بها موجودة عندك في الماشين بتاعتك او موجودة في الماشين تاني اساساً ممكن تقدر تعمل الموضوع دوت تقدر تعمل disconnect بالdatabase اللي انت متوصل بها حالياً عن طريق db disconnect underscore disconnect هنقول داش اتش فبتري يقول لك db disconnect بتعمل لك disconnection من الdatabase اللي انت متوصل بها حالياً وعند هنا حاجة اسمها db export وده بتطلع كل النتيجة بتاعت الdatabase بتاعتك او اللي انت عمل بتاعك بتاع كل الhost بتطلع هالك وdb import بتطلع تعمل import من database تانية لك انت طب هعمل db import a بالضبط وهنا هتتدي نتكلم ببساطة عن integration بين nmap و metasploit فلو انا عملت في nmap scan على host معين اذا هو 192 168 12 مثلا dot اه انا عايز اعمل مسلا ماشين dot اتنين تمام على مش هعمل binc scan على الport 445 hd5 dash o x هتطلع ال scan بتاعي في file اسمه scan اه او اسمي nmap underscore scan dot xml فطلعت لي ان في port ده open على الماشين دي لو جيت هنا رحت عمل db import للفايل اسمه في home في الكالي فايل اسمه inmap scan هتلاقي ان هي عملت لك parsing للفايل ده وعملت له import عندها اه طب انا شوف الhost ده منين او شوف الdata اللي انا خدته اساسا منين او اللي عندي في metasploit منين عن طري ان اقول host host هتبتدي تقول لك اين الhost اللي عندك name بتاعه الos name طبعا ما فيش اي معلومة عنه لو قلت هنا طيب services هتجبلي السيرفز اللي موجودة عندي فانا عندي السيرفز لال tcp protocol ما مش اي لقل اسمه ايه بزدته سوى طبعا الاسم بي اللي بيبقى موجود على الport 445 الhost بتاعي هو ده والstatus بتاعته open او الول state بتاعته حاليا open تمام انا ممكن اعاد info معين اقول والله الاسم بي وانا لسه الحدر لاتي مكتشف الاسم بي بتاع اسم بي كام على any dash v هيبتدي يقول ان انت عندك في privacy عندك host واحد عندك service واحد اللي هي 445 وعندك notes واحدة اللي ممكن تكون نقل حاجة دي device او ايا كان بقى النوت اللي متخد دي ايه بالظبط فالفكرة ان انا برضو ممكن اعمل import من الماء من الماء مثلا ل metasploit framework خلينا اندالة الhost دوت احنا بصين هنا على host برضو ده command options فانا ما كنا اقول host d capital فيمسح لكل host بتاعتي اللي موجود عندي اول وحدد الhost اللي انا اعايز لو لي name تمام لو انا احطط له name معين بس او 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 delete الفايل ده او الhost ده طبعا الname بيبقى هو ip ولو اعيز اعمله rename مثلا نسمي المachine دحم المachine محمود مachine ايا كانت والip address الفلاني بس الفكرة كل انه اخذ ip نفس الname لانه ما يعرف اسم معين فاقول d host ده لو جيت انا عملت هنا host ستجد الhost تختفع عني لو قلت workspace v ستجد عندي host service لان host متصل بالservice انا ممكن امسح service من host تمام يعني ان لو عندي services كتيرة ssh ftp وغير ومسلا على المachine دي لو مسحت service معين هتفضل المachine موجودة لكن لو مشحت المachine دي كلها هتتمسح كل services اللي انا عمل لها scan على المachine دي تمام لان host هي اللي عليها services مش السervice هي اللي عليها host تمام نروح للجزء اللي بعد كده وهو ان احنا نبتدي نشوف بقى شوية حاجات نقدر نعملها بالمئة تاسم طويت من ادوات بتجمع معلامات وغيره خلينا نروح ل use accelary scanner gather تمام الحاجات اللي بنجمع معلامات search email collector ودي المفروض انها بتجمع اميلات عن دومين معين تمام عن طريق بنج وجوجل وياهو فعلى سبيل المسال لو انا قطلوه هنا set للدومين اللي انا عزم الاسكان هو yahoo.com وهو يدور في جوجل وبينج وياهو search engine يعني على email او على الدومين ده طبعا عندك الاوت فايل انت ممكن تحدد اوت فايل معين تحط في الداة بتاعتك او هو بيقول محرك البحث بتاع بنج اقول له مثلا set للsearch بنج بfalse او احطتها بترو فانا خليتها فالس لو جيت انا قلت ل options اتلاقي بتعرفت من true الفالس معناها كده انك ما تدور في محرك البحث ده خلي اراجها تاني بترو تمام ممكن اقول له set للاوت فايل لو انا عز احط الناتج اسمه mail list dot txt بعد كده اقول له run هاي run الميديو لدوت ابتدى يبحث في yahoo وجوجل وبينج على اميلات خاصة بالدومين اللي اسمه yahoo dot com طبعا اي اميل مثلا محمود at yahoo dot com احمد dot yahoo dot com يجيبهولي بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده دي مثلا 14 اميل جابهم من الدومين دوت ولو جيت هنا عملت ls هتلاقي هنا ل mail list بتاعتي طبعا متاسπليت مش tool تقدر تستخدم بشكل كامل في موضوع الجامعة المعلومات بالنسبة للميل يعني في حاجات كتيرة جدا موجودة online وكمان tools مخصصة في القصة دي زي harvester وغيرها من tools ولكن متاسπليت يعني زي بقول كده في الجزء دوت صغير ممكن هي تبحث عنه برد وتجيب لك معلومات عنه لكن ما تستخدم ها كتول اساسية هي core بتاع في جزء exploitation فهي مش محبب ان تستخدم في information gathering و scanning وغيره يعني بشكل عام هي تقدر تعمل ايه اصلا تمام عندنا حاجة زي name ls فلو use auxiliary gather name ls ونبدأ نشوف ده عبارة عن ايه غير option option ده بيبتدي يعرض لك option بتاعت بتاعت اللي هي يعني الميديول دوت لكن ما بيدلكش معلومات عنه فلو انا عايز اجيب معلومات عنه فبقول info فبيجيب لي شوية information عنه بقول لك والله ده عبارة عن ميديول بيجذر information about domain from given DNS server to performing DNS queries بيبتدي يعمل DNS query على domain معين تمام وبتدي له DNS اللي بيبتدي يبحث عنه سواء تدي له DNS بتاع Google أو بتاع Cloudflare أو غيره من DNS يعني وبيبتدي يدور على record بتاعت domain دوت name servers بتاعت ه MX record و SRV record وغيرها من records الخاصة بالdomain ده طيب لأنا جيت هنا قلت له set والله للdomain بتاعي private أو مثلا private sec eg dot com تمام set للdomain أنا أسف مفرض أقول له set للdomain set domain تقدر تكتب capital أو small براحتك تمام لو هنا قلنا ل options وعند هنا برضو حاجات تانية نبقى نشوف ها مثلا show advanced عشان برضو منساش دي بتبتلي تديك advanced options ممكن تحطها هي مش لازمة با default بس انت ممكن تحطها زي timeout بتاع connection ودين دي كلها فلقو هنا جيت alt option هتلاقي دي options العادية خالص الـ advanced options بقى لو أنا في حاجات مو عايزة حطها أو options مو عايزة حطها أن أنا عدي من خلال proxy وانا بسأل الكلام dns server اللي أنا هروح أسأله بقى عن record بتاعة دا هو 488 484 دولت بتاعة جوجل فأنا ممكن أغيرهم لدومين name system تاني أو dns server تاني تمام فلقيت هنا altrun هتبتدي يجمع شوية record عن عن دومين دوت زي مثلا name record أو name server بتاعهم موجود في حاجة اسمها ns domain control دي شركة اللي محجوز من عليها الدومين ده مثلا دي record بتاعتي ns 15 و ns 16 وعندي مثلا الميل بتاعهم الميل server أو سواء سواء بقى mail exchange أو اي كان نوع الميل server مكان وفين اساسا هو موجود في mail dot privacy dash e g dot com فده الميل server ولو فيه record تاني bitpoint على mail server ده ممكن يجيب ها فده بعضا من records اللي بتاعمل على الطرق اللي بتجمع بها معلومات من خلال metasploit تمام عندي مثلا حاجة زي use use لل auxiliary gather search engine subdomain collector وده المفروض بيجيب لك subdomain لتارجت معين فلو تقوله set مثلا لل target بتاعي والله google زي نفسها google dot com فيبتدي يجيب لي subdomain بتاعت google drive مثلا dot google dot com gmail او mail dot drive google dot com وهكذا فهتلاب يبتدي يجيب لك subdomains بتاع الدومين معين طبعا هو هنا بيبحث بال ip address وبيبحث بال domain وانت طبعا ممكن توقف حاجة زي دي ويا ريتني كنت توقف تاني تقول له مثلا والله يا سيدي ما تعملش search على ip دوت او ما تعمل search على ip بتاع domain اللي انا انا بدي لك فات ليه مثلا جاب لك developers dot google dot com edu dot google dot com تمام كل دي sub domains خاصة بجوجل ده مثلا ممكن حاجة ليه علاقة بال education وديه حاجة ليه علاقة بال مطورين فكذلك برضو الطلاب تدور على شركة بتاع صغير ممكن تعرف الميل مثلا ال contact او بعضا من ممكن تبقى في شركات عاملة publish ل point of sell solution مثلا بتاعها او تمام فيه طول برضو ظريفة كده ممكن تستخدمها زي use axillary gather browser info تمام دي بتتعمل لك generate the link تمام فمسلا على سبيل مساء لو طول set بس خلينا يعني هسيبها انتوا تجربوها لان كده كده الماشين اللي انا عليها الكالي دي مش متصلة بالماشين الاساسية بتاعتي اللي هي الويندوز اللي انا عليه حاليا فهي بتكريت لك url معين وبعد ما بتاخد url ده بتدي للشخص القدام بتقول لك بيستخدم browser e على windows e بالزبط وشوية معلومات عن browser بتاع operating system فممكن تستخدم ها مثلا في fashion campaign انك تجمع معلومات عن شركة معينة تبعت لها ملايات وتكتشف بيستخدم ويندوز e بالزبط على default browser بتاعهم e بالزبط تمام ده بالنسبة لbrowser info كتول يعني موجودة جوا metasploit طيب نبتدي لنتجه للجزء بتاع ال scanning هل metasploit ممكن تساعد نزائي في ال scanning عندي طول بتبتدي تعمل scan على network بشكل عام مثلا لو عمالنا هنا pack وعايز عمل scan network host discovery مثلا على network لتشوف lips الموجودة عندي او lmashines اللي عيمة فممكن اقول له use auxiliary scanner discovery ARP sweep تستخدم ARP protocol في انها تعمل scan على network بتاعتي فأقول set لل R host scan 192 168 1 2 1 1 24 اعمل scan على network build كامل ممكن اقول source mac source ip address لان انا كده كده بعمل ARP request تمام فممكن ابعت الarp request من اي host ومن اي mac address انا عايزه تمام لو انا عايز احدد source host source mac address على machine زي اللي انا عايز ابدأ اعمل host discovery على network بتاع تبير كامل عن طريق الarpa protocol فممكن اتحكم في host اللي ببعت اساسا في network انا بدور على مين فممكن احدد mac address معين اي اكن مثلا بتاع телефон iphone اي 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 اجيب mac address وحط وابتدي اتخدم source host معين ip address معين هو اللي بيدور على machine زي فعلى سبي مسلا ممكن اخد الروتر ذات نفسه ك host address بتاعي تمام فلو نجد تقول مثلا set ls host 192 168 2 1 فبالتالي هو ip address ده هو اللي يبتدي يعمل arp request على machines ويبتدي يشوف ايه machines على network set ls دي عدد ls اللي في network او ls اللي بتدي تشغال metas ployt عشان تم باسكان فنفترض ان المجال دوت في 255 جهاز فانا هبتدي عمل scan على جهاز وبعد كده جهاز وبعد كده جهاز هكذا تمام هبتدي عمل arp request على 192 168 21 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 6 7 6 7 9 9 10 12 ربع عشرين جهاز ضفعة واحدة. خلي بالك المواضيع دي برضو تخلي بالك والتشغال بها في النتورك لانها من الحاجات اللي بتكشف وانت لما بتزاول عدد السريتز بتاعتك اوفر ناك تروح عامل زي سبريد كده على النتورك فدي من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها بس احنا بس احنا بنوريك والحاجات دي بتشتغل ازاي او بنفرج ما بعد على الحاجات دي شغالها ازاي. نقدر نستخدمها يعني. تمام? فهنقول له هنا ران. فهيقول لي والله ان عندك واحد تسعة اتنين 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 ده اوب واتنين تلاتة واتنين اربعة واتنين سبعة واتنين عشرة. الكمبيوتر دي كل لها ايما. تمام? اه ممكن لو انا عايز على بورتل سكان هنا اقول له كنترول سي. وكده انا وقفت الاسكان بتاعي. اه ممكن نفس الابشن اللي انا اديته هنا ده اقول له داش واحد اه ست للار هوستز اه من واحد لعشرة بالشكل ده. وهيبتدي اعمل سكان من واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية من واحد لحد عشرة. وروح واقف بعد كده هو عمل سكان لي تين هوستز بس. تمام? بالشكل اللي انتو شايفينه دوت. ان انا هنا حددت من واحد لعشرة بس. وعدد بتاعتك انت عشرين يعني بس اوكي مش مشكلة. اه ممكن على غير لسرد ساعتها الخمسة او اتنين او زي ما انا عايز يعني. تمام. عندنا حاجة تانية زي. اليوز. اكسلوري. سكانر. تمام. ديسكافور. بعد كده اقول له اي بي. فيرجن سيكس. سكانر ناسف ديسكافوري. اي بي. فيرجن سيكس. نيبور. نباردو سكانر تاني. فنمكنه له ست للار هوست بتاعتي. اه واحد تسعة اتنين واحد وهتنتهي بعشرة. ست للثريدز. امشي اتنين اتنين. اعمل اسكان على مين ماشين. وبعد كده اتنين ماشين. وهكذا. ارن. فبقول لي الماشينز دي الايف. وهنا بيحاول يدسكافوري الاي بي فيرجن سيكس بتاعه. ما قدرشي. طيب عندنا حاجة اسمها الو دي بي بروب. ودي بيجيب لنا شوية معلومات تانية على النيت بايز. في الماشينز. فالو يوز. اكزيري. سكانر. تمام. ديسكافوري. يو دي بي. بروب. اوبشنز. برضه هاديها عدد الهوستز بتاعتي. وعدد السريدز. بس انا اعزة الفت نظار كل حاجة كويسة جدا. انا لو جيت انا عملت هوستز. هتلاقي الماشينز اللي انا عملت عليها. او بتبيت اشوفها موجودة عندنا. سبكم من اللي فوق دولت. لان اللي فوق دولت بتو جوجل اللي انا كنت. عملت عليهم سكان تقريبا من شوية. فلوا جيت يا انا عملت عليها. اه. اعزة اريموف انا الكلام ده كله. اقوله والله. آآ. هاوستز. داشده. شيء للهوست دوت. بعد كده برضو. ياريط الوست دوت. هاستز داش دي. شيء للهوست ده. اه اه والشيء للهوست ده. هلنشوف كده هاستز. ما بقى اشغل الهوست دوت اللي تابع لجوجل. كوبي. هاستز داش دي. طيب انا ليه بقى عملت كده? لان انا مسلا مش هاوت كلش هاول الهوستز بتاعتك بتساوي واحد تسعة اثنين. لا مش عايز عاوض اعمل القصة لان ما كلها اقو هاستز داش ار ودي من فوائد استخدام الهوست دي. فكده هو هيبتدي اخد الهوستز دي كلها يحطه عندي. اه يعمل عليها سكان. بس انا اتغبيت في الجزء دوت. لان انا كده كده مش عارف الهوستز اللي انا هعمل عليها سكان. تمام? انا مش عارف الهوستز اللي انا هعمل عليها سكان. مفروض ان انا بعمل ده بعمله على نتورك كلها عشان ابتد اكتشف لو في حاجة انا مش شايفها والكلام ده كله. فدي حاجة انت متعملهاش طبعا زي ما انا عملتها دلوقتي. هقول له ان ست للار هوستز. مفروض ان انا احدد رينج بس. الكلام دوت لو بعمل سكان على بورتات معانا. وانا عارف ان الاجهزة دي بس اللاب فبتدي ادور على الاجهزة دي تحديدا. وانا بتدي نشوف امثلة لها. طيب خلينا اقول له هنا ست للار هوستز ويمشي بشكل محترم بقى. اللي هو نقول له اتنين واحد على عشرة. ست للثريدز. هاي كنا اعرف يعني الرينج اللي انا بدور فيه. انا اسف اتنين. وانا كده اقول له الرن. هاتدي اتجاب لك شوية معلومات عن الماشين دي. اوشنز. اوشنز. اوستز. مجابش معلومات كتيره اوي. بس اقوم به معلومة هنا ان الماشين دي اسمها DC01 والماشين دي اسمها محمد بي سي. تمام دي المعلومات اللي اخدهم على الهوست نيم قدر يعمل جراب للنتباوز نيم اللي هي DC01 ده اسم الماشين والنتباوز نيم بتاعها اللي هو PrevSec داش اي جي تمام احنا حد الوقت ما نعرفش ايه هو DC01 ولا ايه هو PrevSec دات اي جي ده تمام طيب اوكي عديني اي تاني خلينا نروح للTCP سكان والسكان عموما في ميتاسبلاي فالقطل هنا use auxiliary scanner port scan هتلاقي عندك اكتر من port scanner عندك x scan والTCP scan والسين scan طعام فخلينا نقرب الTCP scan طول هنا options use auxiliary scanner port scan port scan port ونفترض port 445 ونفترض انا فعلا اعرف الهوستز التي اريد ان افعلها scan فانا اريد ان افعلها على الهوستز التي انا قمت لها scan وشفتها live في النتورك انا مش هراء افعل scan على الهوستز كلها انا افترض على service في الهوستز اللي قدامي دلوقت فممكن اقول له والله انا انا ست لل host 445 تمام لا ست لل ports 445 ده اللي انا عايز اعمله scan ممكن نعمل scan على port اخرى مثلا نجرب نعمل scan على port 555 بتاع dns مثلا ممكن نعمل 1 39 بتاع net pies ده الهوستز اللي انا عايز من الهوستز اللي انا عايز من الهوستز هتلاقي انه عمل الهوستز 445 هقول له unset لل r host تمام هقول له set او هقول له host dash r على طول capital هيبتدي ياخد كل الهوستز دي يحط هالي هنا تمام هبتدي اعمل هنا run هبتدي اشوف البرتات الopen for any machines طبعا الروتر بتاع 192 168 21 21 اكيد عليه dns بس هنا في جهاز تاني 192 168 12 ده عليه dns وعليه البرت net pies وعليه البرت جهاز المفتوح عليه البرت دولة لو جيت هنا قلت host هتلاقي هتلاقي الماشين بتاتي ما فيش اي حاجة اكتشفتها عليهم بس services هتلاقي الماشين مثلا ممكن ادور على بورت معين وعليه services services وابتد اصورت معين عايز ادور عليه اولو داش بي ترتب خمسين بتاع dns هتلاقي اني في ترت اجهزة مفتوحة عليهم الكلام ده او جهاز ين اللي هو 192 168 12 12 21 تمام لو انا بدور على بورت 445 فهيجيب لك الماشينز المفتوح عليها بورت 445 وهم ترت ماشينز عندي تمام اوكي ممكن اعمل ايه تاني ممكن باقي بتدي اجيب الاسم بيرجون بتاعة الاجهزة دي فقال مثلا use auxiliary scanner smp تمام انا انا اقل options اقل set لل r host او ممكن اقول host بش r على طول نعمل عليهم كلهم برضو حتى بالروتر بالدين دي تمام set لل threads اتنين طبعا يعني الروتر اكيد مش هيكون في المشكلة دي بس يعني جهاز تاني مش هيكون في المشكلة دي بس انا بعمل على العموم بالكامل هاتلي الاجهزة دي كلها انا عايز اجيب الاسم بيرجون بتاعها آآ طبعا ده مش حاجة كويسة انك تعملها وانت شغال في النتورك يعني بس احنا قريضي عشان نختصر بدلا ما اكتب اي بي اي بي فيهم او حدد رينج معين بدلا ما حدد برضو رينج كبير وانا مش عارف لا اقول له هست دشار على انا معايا رينج قليل هنا في حوالي ست اجهزة بس اللي هامل عليهم سكان بدلا ما رح عمل سكان على رينج معين في 20 جهاز وممكن يكون في اجهزة دا وانا فاقول run فابتلا يجيب معلومات على الماشين دي طيب لو جينا هنعملنا host هتلاقي ان في جهاز اسم حمل بس دا عليه windows 7 windows professional service back 1 الجهاز declined تمام وعند هنا جهاز اسم DC01 unknown تمام الجهاز دا اللي هو DC01 دا هو domain موجود في domain network يعني هو من الحاجات اللي قدر يجيب هال ان دا domain network دا موجود في domain network الجهاز دا اللي هو 192 168 22 دا موجود في domain network تمام الجهاز دا موجود في workgroup network او domain بتاعته دا موجود في workgroup واجاب لي هنا في مرة ان هو موجود في workgroup ومرة رجب بولي في domain بس domain بتاعه اسم pc بتاعه وزات نفسه تمام والجهاز دا موجود في domain اسمه privacy eg تمام واسمه dc dc عادة بيبقى مسمى للdomain controller يعني دا ممكن يكون windows server تمام لحد الوقت انا معرفش دا version cam بالظبط بس خلينا برضو ناخد الواحد وكده لو قلنا له set لل r host 192.168.2.168.2.10 قلنا هنا run ف نفس نفس ففي tools تانية برضو جوا metasploit تقدر تعمل بها fingerprint ل tools يعني زي http zi ftp zi internet كذلك الاسم بي بيبتدي يعمل fingerprint لسيرفس معينا تمام طبعا بورتات الاسم بي مفتوحة على الاجهزة دي تمام ممكن اتدي بقى من هنا افكر في عملية الاستغلال فعند لدينا صغرة معروفة جدا موجودة في البروتوكول دا تحديدا او في السيرفس دي فخلينا ندور على eternal blue جوا metasploit باستخدام search تمام eternal blue فهتلاقي eternal blue موجودة جوا metasploit بتاعها فخلينا نجرب metasploit بتاع metasploit دوت ل eternal blue use في scanner كمان ليا خلينا نجرب الاسكانر الاول use axelory scanner دا عشان بتشوف هل هي تعمل في رابرة scan ولا لا set او نقل host is dash r ونقل set threads 2 ونقل run ارا مو الاسكانر الاسكانر ونقل مو more host 192 168 24 is likely vulnerable third صغرة до تمام آآ الماشين دي بقول لك ايرور لوجين مش هارف ايه للآي بي سيز الماشينز دولت لاتنين دولت تقريبا دولت دومين نيتورك تمام لانه هو الفكرة كلها في في الصغرة دي انها بتحاول تعمل حاجة اسمها الاسم بي لوجين تمام والاسم بي لوجين هنا مقفول وتعادة بيبقى مقفول باي ديفولت بالنسبة للماشينز المتصلة بالدومين تمام بقى الشغال آآ الماشين دي بتقول لك ان هي ¿likely vornable او ماشين دي تقريبا vulnerable الCollexploit دة فلو جين هنا استخدامنا او دورنا عليه سيرتش للإترنا ال Blue وجين هاجبنا مثلا الeternal blue ده use لل Survival.. دة şu بيقول لك بيشتغل على windows seven و watts server R2 الاول service bags زي ال professional وال home والulares trip كلها. اه لو اننا هنا اه مسلا شو تارجت هتريجيب لنا كل التارجت ساعتها مفاشق التارجت سوحب بس اللي بتسادفه. اللي هو بقول لك كل انواع الويندوز سابن وويندوز سيرفر الفين وتمانين. طيب اوكي. هو حطتلي باي ديفولت البيلوت بتاعي. اللي هستخدمه اللي هو الميتر بروتر ريفيرس تي بي. هو بيشتغل على 64 بتاركتشور بس البيلوت دوت او الاكسبلويت دوت. فبالتالي اختار 64 بتاركتشور بيلوت. لو اطلوه هنا سيت للار هوست بتاعي واحد تسا اثنين واستا تمانية اي اا نقول ان اي واحد الفرنبل اا اتنين اربعة. بويند اتنين بويند اربعة. سيت. مش هنعمل سيت لحاجه تاني. نقول له اكسبلويت. ونشوف هل هينجح فان هو يعمل هيك على الماشين دي او لا. اشتركوا في القناة نروح نرى المشين بتاعتنا او تقريبا في مشكلة فيها طيب خلينا نوقف عملية الاكسلوتيشن ونقررها مرة تانية exploit ترجمة نانسي قنقر تجمع تقكم معلومات بشكل عام على السيسل الذي تكون موجود عليه زي انك تعمل حاجة زي السيس انفو فهتقول لك ان انت موجود على جهاز اسم محمد بي سي الاركتكتشر بتاعته 64 بت والبيلد بتاعته كان بالزبط والسيرفيس باك 1 تمام؟ لو عملت هنا بي دابلي دي هقول لك انت موجود فين في السيستم هناك بالزبط بتقدر طبعا تعمل حاجات كتيرة جدا خلينا نبص عليها دلوقتي زي انك مثلا لو احنا عندينا الاثنين ماشين دولت نمتلك نظبط بس الشكل بتاعه نبتلي مثلا نروح للدسكتوب بتاع اليوزر دوت cd.d.cd users cd.cd desktop هي بتبتليك كملك لوحدها ولو عملت هنا فيم لفايل مثلا اسمه hacked.txt طبعا لا تستخدم VIM من جوه هنا فممكن نعمله هنا edit edit لفايل اسمه hack.txt أنا كنت تفاكر أنه كان يستخدم VIM بصوات قريبا فيه فايل اسمه edit أو command اسمه edit فجيت المنسة عملت هنا urhacked فأتلاقي المفروض أنه هو carry file على الديسك كتوب بالاسم دوت ومكتوب عليه urhacked كذلك ممكن تنزل فايل مثلا من المشين دي وغيره وغيره من الحاجات التي تقدر تنفذها من داخل المتر بريتر بس يعني مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي لأنها حاجات كتيرة تقدر تأخذ سكرينشوت مثلا من المشين فأتقول له screenshot dach v true ما يعني ما عايزك تعرض للصورة دي بعد ما تبتلي تأخذها مكن متغالي مفيش تمام؟ سيبتلي شغال لك الصورة على طول بعد ما يأخذها سيبتلي شغال لك أن فايرفوكس لا تقدر ش تشغله بالroot يوزر لأنه سيشغل الصورة دي من خلال فايرفوكس لا ما احنا عايزين نشوفها أساسا هي موجودة فين سيبتلي شغال لك هو UI بتاعت الكالي وقفت عملت عمل لها زي freeze كده سنحاول نزبطها طبعا أنا دلوقتي عملت reset للمشين بتاعت الكالي حتى كنا بتحصل معي المشكلة دي فبعد المشين اللي تبقى أي ملائف أساسا فمش عارف هل حد واجه المشكلة دي مع Xfce UI بتاعت الكالي أو لا سيبتلي عادة بتظهر لي كتير يعني بس ما قدش متوقع انها تظهر لي في الوقت ده المهم دي مثلا الصور اللي احنا اخذناها من الدسكتوب بتاعت المشين بتاعتنا اللي هي بتاعت الويندوز فممكن مثلا تبتلي تستعرضها وهو مرضيش يستعرضها لشنا كنا مشغالين الميتاسبلويت أزاروت والميتاسبلويت لما هتيك ترن الفيرفوكس هترنه برضو كروت فهو باي ديفولت ما بقاش يشتغل الابليكيشن ده أزاروت على الكالي فبالتالي مش يفتح لك الصور وان هو كده كده بيستخدموه كالفوتو ايدتوريان هو يروح مش يشغل عن طريق فيرفوكس فعلى سبيل نفس الفكرة اللي احنا بس عشان اقررها لكم مش اكتر لو رحت للمكان اللي انا فيه قلت له في فيرفوكس للصورة اللي اسمها دي جي مثلا الموجودة دي اهي دي جي وجيت عربطها بالشكل داعت لان الفيرفوكس المفروض يفتح للصورة دي زي ما انتم شايفين بس متاسبلويت ما قدرتش تشغل الفيرفوكس ازا روت انت احنا لوجينا عن السودو TTE Pulse فهتلاقي مثلا بيقولك لا فيرفوكس ما يقدرش يشتغل روت ده بالنسبة ل يعني انك تاخد صورة خليتنا نعمل حوار دا كله مش مشكلة فخلينا نروح للجزء تاني هو ميجرويت ميجرويت فانت شوف البروسيس الموجودة عند المشينين اللي انت كونكت بها فيه فاتقوله P S فيبدتي يعرض لك البروسيس الموجودة عند المشينة التانية فيقولك البي اي دي فيقولك البي اي دي هذه البروزيز تحديداً اللي انت محقون فيها او موجود فيها حالياً دلوقتي وديه System Authority Process معناه انت معاك Permission تحت الادمن مثلاً فلو تل هنا جيت Previz فيفتلي يجيب لك البروزيز بتاعتك لو جيت هنا عملت حاجة مثلاً زي هاش دومب فالمفروض بيجيب لك الهاشة تحت اليوزر لانك ليك البروزيز انك تعمل حاجة زي كده طيب خليني هنا اقول له مثلاً Migrate او Migrate ليه بروزيز تانية اسمها Explorer انت ممكن تقوله Migrate مثلاً وتدي له البروزيز ID على طول بس احنا نقول له لو انا مش عارف مثلاً البروزيز ID بتاعت البروزيز ID عايز انتقلاه بسرعة فاقوله بExplorer.exe انا اسف داش ان بتدي له البي اي دي بتاعها داش ان كابيتل بتدي له النيم بتاعها تمام فابتلي ينقل من البروزيز دي للبروزيز دي مباشرة اللي هالايد دوت فلو قلت له هنا هاش دم هتلاقي مش قادر يعمل الموضوضة لاني هوريدي فقدت البروزيز بتاع دي لو قلت له جيت بريفز جيت بريفز هقول لي البروزيز بتاعتها المشين دي طبعاً المشين اختلفت خالص البروزيز بتاعتي من هنا لهنا طيب لو انا عايز ابتدي اعمل البروزيز اسكيليشن او ارفع صلاحياتي ممكن اعمل يقول له باك جراوندو هنبتدي انا عملت الموضوضة مخصوصا ان ابتدي نبص على نوع من عنوها البروزيز اسكيليشن اللي بتعمله متاسبلايد فلو قلت له هنا سيرش على حاجة اسمها باي باس للي يو اي سي 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 سيرش على اه نو رزولت فروم سيرش باي باس لو كتبنا هنا يو اي سي ما في باي باس يو اي سي اهو تمام خلي انا اختار دي او انجيكشن دي هل اتنين دولت اكسلنت ودولت بيقول لك عليهم ان هم بيبتدي يرفع صراحياتك على الوندوز اللي هي بيقول لك windows اسكيليت ue c protection bypass بيتعدي حاجة اسمها user account control وتديك permission اكتر عن الماشين دي فاجه هولو نيوز ونضيف موضوع البيلود ويندوز 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 لها ID معين فبدأ يقول له إيه السيشن ID بتاعتي فأقول له Set للسيشن واحد تمام وببدأ يقول له Exploit Set للسيشن بيقول لي 64 target x86 target selected for x64 system فأخذنا هنا أقلو Options فهتلاقي هنا Target x86 فأقول هنا Show Targets فأقل لك هيبقى Target رقم واحد لل Windows 64 و Target رقم 0 لل 32 فأقلت له مثلا Set لل Target 1 Options هتلاقي قلب ال Target بتاعك ل Windows 64 فأقلت له Exploit وقال لك أن المشين ديمية تكون Vurnable لها Privileged Escalation أو Successfully Injected للبيلوت وخلاص احنا كده خدنا برضو Permission على المشين دي زي ما انتم شايفين لو هنا نجد Alt Background وقلت له Sessions عندي 2 Sessions تمام واحدة بال User رسم محمد الاثنين بال User رسم محمد لا يوجد User يختلف عن الثاني بس هنا المفروض ان ال User معمول له Bypass أو User Account Control فأنا واخد نفس ال Permission بتاعت الأدمنستريتور بالدائج البريفليج ومتها العديد من المثال والمشين دي ستدأج لك المكانة في الوصف بمعنة مثلا لو كان هناك مدير عمال واعامل العامل دي مكانة ومدير العمال دي مكانة كل واحد فيهم ليس صلاحيات في العمل والصلاحيات دي يخدها على اساس المكانة. فالصلاحيات دي هي ال Permissions وال Privilege اللي هي المكانة فلو أنا عندي Privilege معانة فبتطبي لي Permissions معانة مكانة معانة تطبي لي صلاحيات معانة فكذلك ال Users في السيستم مثلا لما أنا عندي Administrator أو Administrator's Group ليوا عبارة عن Privilege معانة تطبي لي Permissions معانة على عكس ال Domain Users مثلا العاديين خالص بيبقى عبارة عن User عادي ولي Permissions بتاعتوه فمن أصد زي لكل مكانة معينة permissions والمكانة دي اللي هي privileges والpermissions اللي هي الصلاحيات لحد كده ويكون الجزء ده انتهى من الميديول الأول وإن شاء الله نكمل في باقي الأجزاء بتاعت الكورس أو الميديولات اللي هنأخذها بعد كده في الفترات اللي جاي بإذن الله